ميدانياً أكدت وزارة الدفاع الروسية وقوع ضرار بأحدى سفنها الحربية عقب هجوم نكراني استهدف ميناء مدينة فيودوسيا الساحلية في شبه جزيرة القرم ونقلت وكالة تاسر روسية للأنباء عن الوزارة قولها اليوم إن سفينة الإنزال الكبيرة نوفو تشاركاسك وهي جزء من أسطول البحر الأسود الروسي تعرضت لضربات جوية نكرانية ولم يتضح في البداية مدى الأضرار التي لحقت بالسفينة في مدينة فيودوسيا الساحلية وعلن حاكم القرم المعين من قبل موسكو مقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين في الهجوم